نعم بالحقيقة المواطن الموصل اليوم على جراية تامة هناك أحزاب كثيرة تحاول السيطرة على المحافظة وهي آتية من خارج هذه المحافظة وبالتالي المواطن الموصل اليوم يرفض رفضا قاطعا لهذه الأحزاب يعني يعول على الأحزاب من أهالي نينوة خاصة يعني أيضا هناك قرار شعبي من أهالي الموصل يدعو إلى الأحزاب السياسية المحلية والقيادات المعروفة حسرا يعني كون هذه القيادات رأوا منها الكثير في المحافظة نينوة طيب علي أنتقل إليك ما هي أبرز ردود أفعال المواطنين حول الانتخابات ومقاطعتها وإلى أين تشير الأوضاع؟ نعم تحية طيب لك عبد الله حقيقة يعني أيام قليلة تفصلنا عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كربلا ومختلف المحافظات العراقية بالتالي حملة مقاطعون لاقت سدا واسع وتأثير كبير وأثرت حتى الجمهور الغير تابع للأحزاب بصورة عامة في كربلا الحملة التي أطلق التيار الصدري مقاطعون ثم ساندها ثوار تشرين وساحة الأحرار ولاقت رواجا واسعا فبالتالي يعتقد ويرى مراقبون أنه ستكون نسبة المشاركة بهذه الانتخابات قليلة جدا كون أغلب الوجوه والأحزاب تكرر نفسها وتعيد نفسها مرة أخرى والمواطن الكربلا حصرا قد جرب هذه الوجوه هذه الأحزاب الكالح التي لم تقدم على مدى الدورات الانتخابية السابقة فبالتالي كل المعطيات وكل التوقعات تشير إلى أن من سوف يذهب إلى صناديق على اقتراعهم وفقط جمهور الأحزاب المرشحة والمقدمة لتلك الانتخابات ترجمة نانسي قنقر